المنهر على مشروع مربح وغير مكاف ومشاطك يكون مطلوب على طول شركة الرقية بتقول لك انسى الهم علشان مشروعك هيبقى بين ايديك شركة الرقية بتقدم لك اقوى موديلات العام الجديد في تكنولوجيا تصنيع الماكينات ماكينات تعبئة سوائل كاتشاب عسل طحينة ماكينات تعبئة وتغليف الحلويات ماكينات تعبئة السكر ماكينات تعبئة البقليات ماكينات تعبئة الرزة ماكينات تعبئة وتغليف البودر خطوط الاقمشة غير المنسوجة ماكينات تقطيع اللحوم مكبس الحبوب ماكينات التعبئة مع التشكيل شركة الرقية لمكينات التعبئة والتغليف هتقدر تبدأ مشروعك وتختار الماكينة الاصح لشغلك باحدث وادق تصميمات عشرين اتنين وعشرين المبتكرة اللي بتنفرد بيها شركة الرقية الحال العروض والخصومات بنوصلك في اي مكان في مصر العنوان الحرفية باء قطع ستة وعشرين مدينة بدرة القاهرة استنئي يلا تواصل معنا من خلال الارقام الظاهرة شركة الرقية لمكينات التعبئة والتغليف رائد صناعة المعدات في مصر مع تحيات محمد ايناوي وعلي ايناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام تجار النهاردة عايزة هنئ كل الشعب المصري بفوز النادي الاهلي فعلا النادي القرن اللي اسعد كل المصريين النهاردة وفعلا الاهلي بمن حضر فيمكن اللي تأثر في الفترة اللي فاتت من المنتخب الاهلي عوضوا النهاردة في فرحة كل مصر بتفرح بيها نبدأ برنامجنا النهاردة مع نغبة من مستوردين وتجار قطع الغيار مكانات الخياطة في مصر هنرحب بالسادة الديوف الأستاذ موريس الخواجة أهلا لنسان أستاذ موريس والأستاذ حمادة هاريدي أهلا لنسان أستاذ حمادة الأستاذ موريس الخواجة هنبدأ مع قدرتك النهاردة وعايزين نعرف أنت أول أما بتريد تشتغل في مكان الخياطة اشتغلت من كام سنة وبقالك قدي إيه بالزبط في مجال مكان الخياطة في مصر والحقيقة أنا اشتغلت في المجال دوت من زمان اشتغلت مع كذا تاجر وكده بس جيب بعد كده دخلت أخيها فتح مصنع ملابس دخلت معه شريك اشتغلت في الملابس عملت حاجة كويسة فيها بعد كده بس أنا بحب شغلانة المكانة أصلا فعشان كده رجعت لها من خمس سنين كده تاني فتحت مكان الحمد لله وعملت فيه زبون كويس الحمد لله بقى عندي زبون كويس ونزلت معدات كويسة ومكان حديس مكان الخياطة يمكن مرتبط برضه بالملابس في انت عشان كده يعني ملت المكان الخياطة ده بالزبط ايه بالزبط يعني بقى لك قديه بالزبط كده كم سنة يعني بقى لك مثلا في العمل لأ هنا هي شغلانة الملابس والمكان قريبين من بعض يعني بقى لي بتاع 25 سنة مثلا من صغري 25 سنة العيلة كلها شغالة في الملابس فأنا من صغري وأنا ناشئ في الموضوع ده وشركة الرواي بتاريت عملت سوق الرواي اسم الرواي أنا عملته من خمس سنين كده سوق رواي على المكانات الخياطة من خمس سنين من خمس سنين لكن انت من 25 سنة وانت في مجال العمل في مجال العمل الخياطة والملابس والمكان وكل الكلام ده بالزبط امتى بتاديت تاخد تكون وكيل لشركة سويتك في مصر اللي هي اكبر الشركات المستوردة للمكينات الخياطة في مصر والله انا اصلا ردعت الشغلانة من سبعة وتسعين تامانية وتسعين سبعة وتسعين سبعة وتسعين وانا في الشغلانة طبعا انا كده كده انا اخيضها قبا عن جد فانا عندي والدي وعمامي وولادي عمامي كلنا في المجال دوت مكنات الخياطة مكنات الخياطة اه بكل انواعها بكل تخصصاتها بكل حاجة كتا غيار مكان اي حاجة تخص المكان عموما ملابس او جلود اي حاجة فيها منسوجات احنا بنجيبها يعني انت مش شغالين في مكنات الخياطة بتاعت الاميشة بس مكنات الخياطة كمان بتاعت الجلود بنشتغل اه 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 بنشتغل فيها بنشتغل فيها اي اي حاجة تخص المجال عندنا في المكان احنا بنشتغل فيها فيه جزء بيخش للجرود فيه جزء بيخش للأعمشة الأعمشة دي بتتصنف كذا صنف يعني فيها أكتر من حاجة احنا بنشتغل على كل حاجة أي حاجة موجود فيها مكان احنا موجودين فيه حسب يعني كل أنواع القماش اللي انت اللي موجود والخامات كلها اه القماش انت عندك المكان اللي بيتعامل مع أي حاجة في المكان اه طبعا احنا عندنا احنا بنشتغل في المكان بتاع الجينس بنشتغل في المكان بتاع النت اللي هو بيبقى الحاجات اللي هاتشرتات بنشتغل في مكان الجلود كل حاجة وليها حاجة معينة في المكان بتشتغل فيه مش كله مع بعضه مش كل حاجة اوه مش كل مش هجيب مكانة واحدة تشتغلي كل حاجة استحيلها طبعا كل مجال عندنا للأقمشة ليه مكان متخصص ملوش علاقة بالمكان التاني أيها زي المكان الـ over والمكان الـ single والحاجات دي كلها المكان الـ over والمكان الـ single دو يعتبر مرتبط في المكان كله أو في التخصصات كلها المكان الأوفر ومكان السينجر إنما في مكان تاني والمكان بتاع الزراير ده اللي بيعمل الزراير ده برضو ده أميس ده بيشتغل في الأميس المكان بتاع الزراير ده بيشتغل في الأميس بيبقى ليه مكانة لازم الأميس لازم بيبقى ليه مكان معين لازم بيبقى ليه مكانة زراير مكانة عراوي مكانة القوة يعني فيه كذا حاجة مش حاجة واحدة زي الجنس الجنس بيبقى ليه حوالي 10 مكانات أو 12 مكانة تخصص الجنس دي بتاع أكتر من 10 أو 12 مكانة؟ آه يعتبر آه ده موضوع كبير أوه الموضوع كبير آه آه وابتدينا كمان إن إحنا نطور كمان في المجال أكتر من كده آه يعني فيه مكان إحنا بنشتغل عليه تقريباً بيوفر نص العمالة يعني مثلاً الشريط اللي هو على كتف موريس ده كده الشريط ده ليه ده ليه مكان لوحده مكان اسمها مكانة قديدس ده مصر بقالها 10 سنين طورت جداً من المكان مكان موفر للطاقة مكان فيه مكان من غير عمالة خالص أي بنت دقاب تشغل آه دلوقتي كمان طورنا من نفسنا شوية بينا ندرب الناس اللي معانا إن هي أي واحدة ست بيت عاوزة تخيط أي حاجة عندها عاوزة تعمل أي حاجة بنبعط لها حد فن من عندنا يديها المكنة يجمحها ويعلمها عليها زي كرس يعني يعني اللي تشتري مثلاً المكنة أي سيدة بتشتري المكنة أنت بتديها كرس كمان للتعليم بالضبط بعلمها وبعط لها مرة واثنين وثلاثة هيبقى معاها دمان سنتين أو حسب نوع المكنة فيه ده مكان دمان سنتين فيه مكان دمان سنة واحدة كسر زيرو دمان ست شهور كل دمان بيديبعط لها أي وقت بتاع السيانة أو الفني بيروح ببلاش يوريها هي عاوزة تعمل إيه ويعمل لها كل إيه عوزة لحد ما تبقى هي متمكنة من الشغل التحق يبقى احنا بنوجه نداءنا لكل السيدات اللي عايزة تاخد كرس السيد موريس موفر الكرس كمان أو التعليم للي هتشتري مكان من عندهم ودي حاجة في حد ذاتها حاجة كويسة جداً يعني احنا حبينا نطور ده واشتغلنا على الميديا على دوت عشان ناس كتير لقينها عاوزة تجيب مكان بس خايفة مش قادرة تشتغل عليها خايفة تجيبها ومتعرفش تتعامل بيها فحبينا نطور ده عشان الناس تستفيد أكثر طيب السيد حمدى بالنسبة للتطور اللي أنا يعني دلوقتي من ضمن الحاجات اللي قاريت عنها انه هي التطور دلوقتي بقى المكان كله كمان حتى للمكان اللي بتستخدمه السيدات في البيوت بقى كله زي نزام كمبيوتر ده الكلام ده كله بقى متوفر ليه كتعة الغيار انت بتبقى متوفرها المكان الزاودي عطلت أو أي عطل فيها بتوفر كتعة الغيار كمان بص هو احنا في شركة سويتك احنا اشتغلنا من 12 سنة تمام من 12 سنة بتدريها نشوف ايه اكتر يعني اكتر حاجة الناس طلبوها الناس كانت طلبة المكانة موجودة بس طلبة معها كتعة غيارها طلبة معها سيانتها طلبة معها الحاجات دي كلها طلبة معها ضمان كتعة الغيار لازم تكون متوفرة وبسعر كويس وده مش موجود في أي حط غير في السويتك لنهار ده انا لما بشتري مكانة لو كتعة غيارها غالية انا مش هشتريها انا مش هجيبها النهار ده لو المكانة اللي انا بستخدمها كيني شخص بقى مش هتكلم على مصنع هتكلم على مكانة فردية واحدة بس تمام لو انا بستهلك مكانة وغار فيها حاجة وروحت اجيبها وليقيت السعر بتاعها اوفر احنا مش هشتغل فيه مش هجيبها هنصح اكيد طبعا اه اكيد طبعا هنصح اي حد ما يجيبهاش فاحنا النهار ده احنا عادنا يعني احنا كل مرة احنا او كل سنة بتعدي احنا بنتطور اكتر بنتطور اكتر في الشركة ديات احنا كنا بنستورد المكانة ابتديني نجيب كتعة الغيار ابتديني نعمل لها ضمان ابتديني نعمل لها سيانة يعني انت عندك مركة سيانة كمان لو المكان عيتل او حاجة احنا عندنا سيانة اه عندنا سيانة طبعا عندنا فريق سيانة كبير عندنا فريق سيانة كبير يعتبر أكبر في رئيسي هنا على جمهورية fitting ورده فيه كورصات بتعلم السيدة رحمة مشتورة الماكل هو وحن التسليم لا نت بتسليم فيه ناس مخصصة للكلام ده يعني فيه ناس بتسلم الكلام ده وهي بتعلم وبتشوف الدنيا بتشوف الناس لو أول مرة بتحاول أن هي توجيههم إنما كورصات مش متاحة عندنا مش متاحة عندنا أن أدي كورص بس متاحة عندي أن أنا أعلمك يعني متاحة عندي أن أنا أعلمك لو أنت أول مرة تقول على مكانها انت مش عايف تقعد عليها انا متاح عندي ان انا نعلمك علمك مرة واثنين وثلاثة طب ما دف حد ذاته ده كويس جدا برضو كون ان انت بتدي حد فكرة اه اكيد فده كويس اكيد طبعا اكيد اه 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 احنا شغالين احنا بنحاول نوصل كل سنة عن التانية للافضل كل سنة عن التانية للافضل طيب بالنسبة للشركة عندكم فيه كم براند الشركة مسكية مثلا سويتيج احنا الحمد لله وصلنا لحوالي 10 براندات اشهر براند عندكم في اشهر مكانتين انتو بتشتغلوا فيهم ايه هم بقى هو احنا عندنا البراند يعني البراندات بتاعتنا كلها مشهورة الحمد لله بس احنا فيه كل تخصص وليه براند معين يعني احنا عندنا اشهر يعتبر براندين هو سنصير وتيبكل سنصير وايه؟ سنصير وتيبكل وتيبكل اه تمام دول اشهر براندين موجودين عندنا بيبقى اصعارهم متوسطة لا طبعا احنا بنحاول ان احنا نوصل السعر المتناول نفي ايدك بنحاول ان احنا نوقف مع الناس شوية بنحاول ان احنا نوقف مع المصانع شوية يعني مش هيبقى كله يعني مش هيبقى كله ضغوطات 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 اننا بنحاول ان احنا نوصل السعر دوت لافضل حاجة انت تقدر ان انت تشوفها بعينك يعني انت لما تيجي تقارن مكنة بتاعتنا في سعرها هتلاقي سعرها افضل من اسعار تانية كتير وغير كده وكده أنا بديك أصلا أنا بديك ضمان يعني أنا بديك ضمان أنا بديك سيانة مجانية لمدة سنتين أنا بشتغل معك أنا أعتبر يعني المكان أنا بديها لك تخصني مكانتي يعني أنت بتدي ضمان على المكان مثلا لمدة سنة أو سنتين ولا سنة بعية لا أنا بدي ضمان سنتين أي برند من العشر برندات عندنا بديهم ضمان سنتين طب ماذا تحدثته كويس إحنا هو كل برند إحنا بنحاول إن إحنا يعني إحنا مثلا عندنا في حاجة اسمهم أصل المقص دوت اللي بيستخدمه بتوعي المقص دار لازم عشان يطلع المنتج دوت لازم حتة الأماجي مقص دار ده لازم يبقى مصنع مسايدة في البيت لازم يبقى مصنع ده انت عشان تستخدمه احنا وصلنا الأفضل شركات في الصين احنا جبناها الحمد لله يعتبر رقم واحد في جمهورية مصر العربية هو سنتين ده أنضف مقص موجود على مستوى جمهورية مصر العربية كلها زي مثلا فيه الكابسولة بتاعت البطلون الجنس دي لوحدها محتاجة مكنة ده مكبس كابسول احنا جايبينه من شركة معينة شركة بتنتجه هو بس الحاجات دي بتبقى استراض صيني ولا فيه دولة معينة لا صيني كله صيني كله صيني بس حاجة نظيفة يعني درجة أولى اكيد اه يعني اصلي الصين نهاردة فيها منتج من يعني من أرخص المنتجات لأغلى المنتجات يعني انت عايزة أقولك أن ايفون نفسها بتصنع في الصين نهاردة قطع غيار مرسيدس وبي ام بتتعمل في الصين يعني وصلة لأعلى التكنولوجيا فالنهاردة مفيش حاجة اسمها الصيني يبقى عيب لا بالعكس الصيني النهاردة بتوفر خدمات وبتوفر جودة عالية أو بسعر خيص هو أنا بحاول ان انا ادي لك أفضل منتج بسعر مناسب لي يعني بحاول ان انا ادي لك أفضل منتج انت تستخدمه يعيش معك وبحاول ان انا اهدي سعره شوي معليش في السعر احنا مراعيين حتة دي كويس جدا مراعيين حتة تاعت السعر دي كويس جدا 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 دوننا عم بقى الشركات التانية تمام استاذ بالنسبة لأستاذ موريس هل انت موفر ان لو حد احتاج مكانة من عندك هل انت في فكرة ان ممكن حد ياخد المكانة من عندك بالتقسيط وكده ولا والله هم موضوع صعب شوية بس هلا بيتعامل معاه شركات زي شركة أمان او شركة مشروع او الكلام دوت متعاقد معاهم لو حد عاوز بس لسه في عقوب بتتميدي وحاجات زي كده يعني في الطريق ان شاء الله ان انت توفرها اه بقى اوفرها اه لو حد ده امان حد الوقت يعمل دوت ومشروع يعمل دوت لو اي حد عاوز ما كان ايستقى وكده بتطلحها وبيتعاقدوا مع التوكلات والمحلات كلها والمعارض بياخدوا الشغل من عندهم انت بقى في يعني بتشتغل تقريبا في كل الاصناب فرضو مش برندات معينة انا بكرة ان انا سميت سوق الرويعي عشان هو اصلا الرويعي نفسه اصلا سوق في وسط البلد ده بيشتغل في كل انواع مصر طبعا عارفاة انا فكرت في كلمة سوق الرويعي عشان انا شغال في كل البرندات بس هي برضو اكتر حاجة شغال عليها خدمة ما بعد البيع عندها محترمة وكل كتر الغار موجودة وسعرها كويس هي برضو سنسيرو بتعامل معها كويس جدا وبتعامل في جاك وبتعامل في زوجي بتعامل في دومة كل انواع كتير سوق مليان انواع كل انا الحمد لله فضل الله بتعامل في جذا نوع كويس كتر الغار برضو موفرها كل الحاجة م friend of that كل حاجة منفهش ادخل مكانا عندي المعرضة لما اوفر كتر الغار بتاعتها عشان منفهش حد عميل بيتعامل معايا مصنع او اي حد يتسل بخدمة العملة عندي ميلاقي ش كتر الغار تمام لازم ايلاقي كتر الغار لازم لايقى فريق السيونة لازم يلاقي كل ده سيد حمدى عايز عارف لو في مكان جديد هل المكان دلوقتي في الإنتاج بتاعه يختلف عن المكان اللي كان يستخدموه زمام في سرعة الإنتاج يعني مثلا النهاردة مكان أنت ممكن تكون بتعمل مثلا خلال ساعة تكون مخلصة مثلا مية كتعة هل المكان ده أنت برضه موفرينه اه بتبني فيه طبعا بتبني فيه من فترة كمان احنا بتبني فيه من حوالي 3 سنين هو مكان الكمبيوتر ده المكان الكمبيوتر يعني هو كله دوقتي بقى كمبيوتر كله كله دوقتي بقى كمبيوتر وقص كمبيوتر اللي هو المكان اللي بيوفر في الطاقة المكان اللي هو بيريح في عينك بيبقى فيه مثلا لد كشف بيبقى على الإبرة فيه ناس كتير كان بتشتكم الموضوع ده بل الفينيش بتاعه كمان أفضل صحا الفينيش بتاعه أفضل بكتير أفضل بكتير إنما المكان التخصصات اللي هو بيوفر في العمالة وفي الوقت وفي الكلام دوت المكان ده بيفرق كتير أهم عن مصانع كبيرة طب هل ده بيبقى محتاج حد متدرب ولا ممكن لازم صنايا معين اللي ممكن يشتغل عليه والله هو محتاج حد يكون متدرب وإحنا بندربه كده كده يعني إحنا كده كده أوه إحنا قبل ما بنسلم المكان الحمد لله إحنا لازم ندربه عليها وبنمقى معاه برضه لأن المكان اللي بيوفر في الوقت دوت هو مش محتاج صنايا كتير يعني أنا ممكن يبقى فيه أربع خمس مثلا أنا عمال أنا ممكن أشتغل على المكان ده بعمل واحد أيها أنت ممكن دلوقتي مثلا حد أصلا يعني أنت بتتكلم عن الفكرة دي ممكن حد يجيب المكان ده عنده ويدرب الناس عليه بحيث أنه يساعده دلوقتي في الإنتاج بالسرعة اللي أنت بتقول فيها والتكنولوجيا دي أكيد هتفرق كتير النهاردة مع المجال الإيدي اللي عاملة مثلا لو النهاردة بيتدلع شوية بتاع يعني بقالدة كل ده أنت بتقابله فالنهاردة لو جاب المكان دي هتوفر عليه كتير أكيد يعني أكيد طبعا هتوفر عليه عمالة هتوفر عليه هتوفر في القماش نفسه فيه حاجات هتوفر في القماش نفسه أكيد ما فيش إهدار برضو في الخامة نفسها هو كل ما ده إحنا بندور على الأصلح في كده أولا يعني ما ينفعش إن أنا سلمك مكانة زي ذات ما ينفعش إن أنا سلمك مكانة زي ذات وما كنش معلمك عليها أنت نفسك أما هتشوف التطور دوت هتحس الفرق كبير أوه في الصناعية أنا كنت تعب نفسي دي يعني الموضوع ممكن أبقول لك فيه أربع أو خمس أمال ممكن يشتغلوا المكانة دي تشتغل بعمل واحد تعمل الخمس أمال بيعملوه أيها خلاص إنتا كده مش محتاج صناعية يعني بتاع واحد بيفهم بس هيعمل اللي خمس ستة أمفار بيعملوه خلاص بيوفر في الوقت بيوفر في حياة كتير في الإمكانيات في النظافة بتاعت الحتة المصنع الكبير النهاردة أما بيدور على أما بيدور على الفينيش وبيدور على الإنتاج وفي نفس الواقع إيه اللي إنتا شايفه نفسك يبقى موجود في مصر في مكان تحس إن إحنا لسه ما جبناهوش هل فيه اتفرقت على حاجة أو شفت التكنولوجيك دي نفسك تبقى في مصر في موضوع الموضوع يعني الحوار الحمد لله بقى له فترة شغالة يعني إحنا نزلنا مكان بقص الفتة لوحده وكشاف لد تحكم في الإبرة سراعات موفر في الطاقة كل حاجة الحمد لله بقت موجودة على أعلى مستوى تمام أستاذ حمادة برضو عايزين نفهم من حضرتك هل فيه برندات وتطورات جديدة للمكان عندك أنت شايفها لسه ما جبنهاش في مصر ولا متالي كل المكان دلوقتي يبقى موجود لا طبعا لا إزاي لا إحنا كل سنة في جديد إن شاء الله فيه حاجات كتير بس هي الإمكانيات بتاعت المصانع الإمكانيات بتاعت المصانع لسه مش مستحملة الكلام دوت لسه لسه مش مستحملة الكلام دوت لكن فيه إمكانيات طبعا بره كبيرة جدا تكنولوجيا كل سنة عن التانية بتزيد تمام بتفرق معنا كتير تمام بنشكر حضراتكم جدا الأستاذ موريسي الخواجة وبنشكر حضراتك الأستاذ حمادة هريدي شكرا وإن شاء الله انتظرونا في الفقرة التانية مع ناس من ضمن المستوردين ومصنعين المعدات التغليف في مصر اوعى تروح في أي حتة حضر لقهوتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شركة الرقية بتقول لك انسى الهم علشان مشروعك هيبقى بين إيديك شركة الرقية بتقدم لك أقوى موديلات العام الجديد في تكنولوجيا تصنيع الماكينات ماكينات تعبئة سوائل كاتشاب عسل طحينة ماكينات تعبئة وتغليف الحلويات ماكينات تعبئة السكر ماكينات تعبئة البوكوليات ماكينات تعبئة الرز ماكينات تعبئة وتغليف البودر خطوة الأقمشة غير المنسوجة ماكينات تقطيع اللحوم مكبس الحبوب ماكينات التعبئة مع التشكيل شركة الرقيا لمكينات التعبئة والتغليف هت تقدر تبدأ مشروعك وتختار المكينة الأصح لشغلك بأحدث وأضق تصميمات 20-2022 المبتكرة اللي بتنفرد بها شركة الرقيا إلحي العروض والخصومات بنوصلك في أي مكان في مصر العنوان الحرفية باء قطع 26 مدينة بدر القاهرة نستنئي يلا تواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة شركة الرقية لمكينات التعبئة والتغليف رائد صناعة المعدات في مصر مع تحيات محمد ناوي وعلي ناوي أعزائي المشاهدين بنرحب بكم مرة أخرى ورجعنا لكم بعد الفاصل مع نجوم جديدة في مجال التصنيع والاستيراد في مصر مجال المعدات والتغليف بنرحب الأستاذ محمد ناوي وبنرحب الأستاذ علي ناوي والأستاذ محمد إنه وعايزين نبدأ معاك ونتكلم شركة الرقية ابتدت العمل في التصنيع في مصر من كم سنة بالزبط هقول لك بقى من الأول يعني من الأول الموضوع أول حاجة الوالد الوالد كان عنده ورشة بابش عليها في وسط البلد وكنا الحمد لله يعني ورشة صغيرة ووالد الوالد بيصنع من 82 ما كان حلويات الجافة وكلام طبعا كان موضوع لسه بدائي وكنا الحمد لله يعني الأمور كانت على قداء يانا شواء تمام بدأنا الحمد لله نتطور وطبعا مع دخلنا في الشغل إن احنا نستورت شغل صيني ونكبر شوية ونبدأ نشوف في الشغل المستورة شكله ايه بدأنا طبعا إحنا ليه ما نعملش حاجة زي كده بدأنا مثلا إنما بنسافر نشوف المصانع برا المصانع دي شغالين بتكنولوجيا معاينة شغالين بمكان سيني سي شغالين بدأنا نجيب مكان سيني سي وخدنا مكان يعني في منطقة صناعية مكان كده أنت الأول بس قبل أنت خطفتني الحتة كده الصفر أنت سافرت برا آه طبعا سافرت برا بعد قد إيه من شغلك مع والدك لا بقى طبعا بعد فترة لما يعني يعني أنا كنت شغال مع والدي وأنا بقى درس يعني فمثلا هنقول مثلا بعد مثلا زي عشر سنين كده أو الحاجة مع شغالي مع الوالد وبقى كده بدأت هبدأ خلاص هستورت بقى مثلا كان زي موجة مشت في مصر شغل الصيني الاستراض اه فبدأنا بدأت نمشي مع الموجة يعني شوي فبدأنا نشوف ازاي وصلوا التطور ازاي طب ليه إحنا ما نوصلش زي يوم طبعا إحنا عندنا نفس الإمكانيات عندنا نفس الأقول ما فيش أي مشكلة خالص إن إحنا يعني نوصل للدرجة اللي هما يعني إحنا مش أقل منه خالص طبعا فبدأنا نشوف المعادات اللي عندهم إما أنا روح مثلا نزورهم مصنع ألاقي عنده مثلا مكان CNC عنده مخارة CNC عنده تحكم آلي ما بيشتغلش مثلا شغل يدوي زي ما بيقولوا بدأنا نشتري مكان زيهم وبدأنا نطور بنعمل كنترول بدأنا لسي شاشات تحكم للمكان بتاعنا بدأنا بفيه تطور سريع الحمد لله رب العالمين أنا نطور من نفسنا جامد لكن كان الأول كان أمور يعني مش على قدها طبعا ما أكيد يعني مفيش حد بيبتدي كبير إنت ما شاء الله ما وصلتش للإسم ده من فراغ إنت أكيد كنت يعني ابتديت صغير ومشاء الله حاليا ده كله ده طبعا بفضل عمل ومجهود مجهش من فراغ يعني طبعا أول حاجة طبعا الحمد لله فضل من ربنا وبعد كده بدك سمعة والدي يعني سمعة والدي كان كويسة جدا أكيد أكيد يعني إحنا شفت إذا استثمرنا الاسم يعني حتى تلاقي مثلا كل الشغل يقول لك شغلة عالق ناوي يعني الرقاية ده على اسم بنتي فده مسأخدنا إيه؟ يعني كان اسم جديد للشغل بقى اسم الشهرة خلاص ده أخدتوا بقى هو ده البراند بتاعها بقى ده هو البراند بتاعها لكن أصل الشغلة هتلاقي مثلا إيه؟ عالق ناوي هو ده اللي معروف لأن الولد من 82 بيصنع مكان طبعا كان الحمد لله رب العالمين وإحنا كان منا يعني وراء يعني طبعا قابلتنا بردك بعض المشاكل كانت منطقة مثلا أهالي يعني مثلا نقول مصصناعية زي بالغاية بعد كده تدورتوا أكيد روحتوا بقى منطقة دانية طبعا كبيرة منطقة مصنعة كبيرة الحمد لله رب العالمين وزي بقول لحضرك كده يعني اشترينا معدق كويسة وبدأنا عاستني أن العميل يلاقي عندنا كتغيار يلاقي عندنا خدنا صيانة مبعد البيع ما يحتاجش مثلا يستنى كتغ الغار جاي من برة ما يستناش مثلا كل ده انت موفره طبعا احنا مصنعة يعني أي وقت تعوز كتغ الغيار موجودة عندنا عاوز مليون كتغ عندنا اللي نقدر نصنعها لو ما فيش لأن الحمد لله بننتجي وجاي من مكان انتاج تمام لأن احنا نقدر نوفر كتغ الغيار كلها استاندر لأن ما بيتدخلش فيها العامل اليدوي هي مثلا رسمة بتحطي على المكنة والمكنة تطلع منها قطعة زي مليون زي اتنين كلهم شبع واحد لو لقدر الحاجة بزت عند العامل بيشيلح قطعة يحط قطعة سهل موفر كل ده انت بتابعه موفر اخد الاستاذ عمر انت كملت كملت معهم من مع الاستاذ محمد من امتى يعني انت ابتديت قبله استاذ محمد مع والدك ولا قبليه لا طبعا ما هو كبير يعني اعتبر سبقني سنة او سنتين لا ما ممكن يكونك كبير مثلا كان بيدرس ومشغول في الدراسة وانت مثلا كنت مع والدك ومركزتش في النقطة اليه كنت مركز مع والدك في العمل كان مهتم ان احنا الاتنين يبقى موجودين جوه الشغل وكان بيقسم الشغل ما بيننا بحيث ان احنا الاتنين برضك الخبرة يعني ما تبقاش عند جزء معايا لا هو كان مهتم ان احنا الاتنين يبقى عندنا خبرة ونفس الخبرة تمام فكان مهتم بينا يعني ايه من نقطة مثلا ان هو ما بيخليش واحد سابق واحد كان مقسم مثلا محمد كان ميخليه في السوق وانا كان مخليني شغلي فني شوية فبالتالي قسم الشغل علينا احنا الاتنين فهو خد خبرة في السوق وانا خد خبرة في التصميمات والشغل والانتاج انت كنت في المصنع يعني غرست رجلك او في المصنع معهم بالزبط كنت لكن محمد تجاري اكتر مني يعني بيعرف الكل اللي بحصل مني هو محمد شغال في كسة التسويق شوية هو مركز لها انت مركز للعمل يعني جوه المصنع انت جوه المصنع بتكمل محمد في نقطة تانية يعني محمد بيكملك في نقطة وانت بتكمله في نقطة هو اللي شاري الشغل يعني انا بالنسبالي يعني هو اللي شاري الشغل لان انا مثلا بسافر كتير مثلا هو اساس المصنع هو بص انتو الاتنين النهاردة يعني الشركة ما شاء الله مش هتنجح بالوضع اللي هي فيه كون ان انتو الاتنين بيتكملوا بعض او انتو الاتنين هو جزء وانت جزء فانتو بتكمله بعض يعني هو الاستاذ عمر ابتدى في العمل ودخل ركز لكسة التصنيع جامد مع والدك مثلا وانت بقيت برضو في نفس الكسة انت اكيد انت بتفهم في المصنع وتفهم في الشغل بس انت بقى الصفر والتعاملات مع الناس والتسويق انت بقيت مركز للتسويق اخطر يعني الحمد لله رب العالمين غير كده بقى يعني زي ما اقول حضارك الصفر فدنا 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 في التكنولوجيا فدنا في اضافة حاجات اللي احنا ما كناش مثلا لما كنا استفدنا ما كناش هنشوفها كنا هنفضل مثلا هنقول على الوضع اللي احنا كنا عليه انت شفت بيوسع مدار يعني بيخلي البن قدم يشوف حاجاتنا امره ما شافها حدست من الفكرة عندك وحدست من الرؤية اللي انت بتشوفها كل ده انت جب بتنقل الصورة دي هنا في مصر طبعا طبعا ونفسنا البلدنا تبقى احسن بلد وانا ليه بلدنا تبقاش يعني زي مثلا زي بلد زي الصين زي بلد صناعية واحنا عندنا عندنا ناس كويسة وعندنا ما شاء الله ما احنا خلي بالك احنا في تطور رهوح يعني ادلات في التطور احنا في رهيب ما شاء الله وخلي بالك كل المجالات عندنا دلوقتي التصنيع بقى يعني داخلين فيها بقوة جدا خلنا فيها كمان يعني بالذات اما بدأت فرق العملة والكلام ده كله بدأ الناس كلها تتجي للتصنيع المحلي لهم يوفر عملة يوفر حاجات كتيرة طيب بالنسبة سيد محمد انت لسه في شوق شفت حاجات في الصين لسه نفسك تبقى هنا في مصر يعني شفت حاجات لسه موصن النهاش نفسك تبقى موجودة في مصر هو بص احنا بنواجه مشكلة بس صغيرة ان العامل الفني هنا قليل يعني الفنيين قليلين احنا عندنا الاعمالة كتير الاعمالة كتير الفني بقى اللي هو الفني طب ده مفيش تدريب يعني انت لو جبت حاجة جبت مكنة بتستورد مكنة بالصين طب المكنة اللي انت بتستوردها بالصين دي منتا اكيد في تدريب عليها بنضرب ونضرب عمال وبيجينا مثلا مهندسين جداد بيجوا تضربوا عندنا في المصنع عسانة والكلام ده كلهم يديهم شهادات عشان يروح يشتغلوا بيها برا لا يعني بنضرب الحمد لله عايز اقول لك موضوع الاعمالة ده مشكلة موجودة في مصر كلها يعني ممكن تلاقي حد بعايز يشتغل يومين ثلاثة وتلاقيه يراح شوية وعايز يرجع الشغل تاني دي مشكلة نعم فدي بتبقى يعني برا في نظام في سيستيم احنا بس مفتقلين الحتة دي شوية معا ان احنا ممكن نكون عندنا الاعمالة شوية بتبقى ايه مش منضبطة معا ان انت ممكن تروح تلاقي الاعمالة اللي هنا تسافر برا يشتغل ما شاء الله بيه منضبطة جدا برا بس في نفس الوقت احنا بنا بص الوقت اللي احنا فيه ما بقاش فيه حاجة اسمها يتدلع ما بقاش النهاردة اللي هيتأخر مش هيبقى موجودة خلاص هو عيروح خلاص احنا كل يوم بنجري عشان نلحق تطور ونلحق الدنيا اللي ماشي دي الدنيا ماشي بسرعة قطر ماشي واخد فوشه لو ما احنا مجرناش معاه هنداس هنبقى فورة في السبنسة اولا ايه نلاحقنا السبنسة كمان يعني ظننا هنضيع خالف فالحمد الله رب العالمين يا ان احنا بنجري الجاري ده ونحاول يعني افهم الاستاذ عمر النهاردة مثلا احنا ممكن نكون بننتج كم مكانة بتعملها في المصنع يعني ايه او يعني مثلا ممكن تكون بتنتج مكان للتعبئة للتغليف لانتاج الحبوب حوالي كم مكانة ممكن تكون بتصنعهم وغير كده كمان عندنا مكان فرد وتقصية عندنا خطوط انتاج بالكامل بنحط خطوط انتاج بالكامل سيه مثلا حتك كم مكانة بنصنعها ممكن صنف عندك يخش تلاتين مكانة اربعين مكانة تمام الصنف التاني فيه وقت ووقت يعني فيه اوقات مواسم بتخش عليك زي مولد النبي الحمد لله ربنا بكرمنا وبنطلع منها مكان فلوبات كتير ومكان فرد وتقطيع خطوط فلو سمسم خطوط مالبل طبخات مالبل أبطاعات في الوقت ده بيبقى الانتاج كبير شوية طبعا فانت بالتالي ما بتقدرش تحكم حتة ان انت هتطلع كم مكانة في الوقت ده ليه حسب الضغط على حسب السوق بيخش عليك العميل يعني ربنا كرم بنبقى احنا مجاهزين من قبل لان المكان عندنا بتاخد وقت مش ان هي مثلا 10 يام او 15 يوم لا ده ممكن المكانة بتاخد تجهيز مثلا شهرين شهرين بتعمل في المكانة اه مش مكانة واحدة يعني فكرة مثلا مولد النبي ده موسم اكيد ليه كذا حاجة يعني مولد النبي في كذا قطعة من جوه اه مولد ده اكيد انت بتعمل مكانة مثلا للسمسمية اه لا ده كل صنف ليه مثلا 4 مخينات او 5 مخينات اه ده عالم اه 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 معد الموسم او معد الشوق ابتدي ان انا سلم شهرين ما حلاص بقى وقت التسليم كل واحد يبتدي ياخد مكانته ده النسبة بقى الكلام ده كله بقى قبل الموسم بتاعهم بيبقى مزبط معات من قبلها مثلا يهم ب3 ا4 ا5 شوره طالبه من قبل رمضان فيه ناس بتبقى عامل حسابي والناس عارف اه اه محتاج ايه وفيه ناس ان ضبعا ببقى عامل حسابي ان في الوقت هذا في طلبات شغلة هتيجا اه في واحد الموسم زي موسم بالنسبة لك انت بتركز في الوقت ده ده موسم بالنسبة لي فبقى مركز في الموسم في الوقت ده بالضبط كده ان انا هطلع مكان فيه ناس بتبقى طلبية وفيه ناس ماتبقاش طلبة بتبقى عايزة في وقتها الحالي فلازم أنه بقى أنا عامل حسابي عندك زي ستوك كده موجود وفي الوقت إذا طلع على طول حد عدل قبل كده خد مكنة منك وعمل لها تعديل ضف له فكرة من عنده يعني حدك أو حد جيه إنت الساعة إدالك فكرة وخلك تعمل فكرة جديدة أو رؤية جديدة المكنة إنت عدلت فيها الحمد لله إحنا ما نخليش حد ما نخليش جديد لما إحنا نبقى محصلين فما بخليش حد يعدل علي أو حد يبقى عنده فكرة جاهزة أكبر من ديه عندك القصدي عايز يديف فكرة جديدة في المكنة ممكن يكون لي رؤية جديدة في المكنة هو عايز يديفها إنت الدفاله بتبقى متاح إن إنت الدفاله أنا أصبح من العميل مفيش مشكلة إحنا نحاوز حاجة زيادة إحنا يعني مثلا إيه إحنا نعمل المكنة مثلا إيه مفيش أي مشكلة يعني مثلا إنت طالب مثلا إحنا بيقول مثلا إيه مكنات عاوز ديف سيربو زيادة عاوز تدي أطوال متر كل ده بتروبه هيا دي اللي أنا عايز أقول لك لو حد كمان عنده فكرة زيادة عايز يضيفها في المكنة بيعقد معاك يقول لك الفكرة اللي في دماغه إيه وإنت بتساعده فيها وبتنفذ زيادة أه طبعا لأنه هو بيحتاج بالمكنة بالمعدة أكتر مني يعني ممكن إيه أنا بصنع على المعدة لكن هو قعد طول النهار بشغل عليها شغل على الممكن ممكن حاجة هو أنا مخطرتش في بالي يقول لي عليها هو ده اللي أنا بقوله هو ده اللي أنا عايز أقول إن أنا ممكن حد يقول لي طور لي أنا بدل ما دي بعملها مثلا 20 سنتي خليها ل40 سنتي خليلي الإنتاج بتاعديه بدل ما تعملي 80 ديف لي حاجة عايز أضيف للفينيش يبقى مثلا الفينيش فينش معين هو ليه رؤية فيها بيحصل في بعض حاجة أحنا بالعادة على الزبون مثلا الزبون اللي شغال الجبن اللي شغال أيس كريم من الكلام ده كله حتى إحنا بردك نقول لأ ما تاخدش المكان اللي لازم كلها ستالستي ما تاخدش لإني طبعا في حاجات المية بتأثر فيها في حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش عشان دي حاجات بتبقى فكرة في الموت هندسية ممكن تكون هو بيفكر بس ما ينفعش تتنفع ممكن يفقد دور عشان بس فرق السعر في حاجة بقى يقول لي عليها منيجي نحسبها ما تجيش كده ولا كده لا هي زي ما هي في حاجات ما يقول لي عليها ممكن تطلع يعني مفيدة جدا وإحنا ما كناش وغادين بالنا منها يعني والله بتحسن كتير 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 يعني ممكن يطلع بقى وحد فكرة بسيطة جدا إحنا كي يتغيب لإن إحنا ممكن إحنا تفكرنا بنفكر في الصعب أو حاجة البروفيشن هو تفكيره بسيط تجيب حاجة بسيطة جدا تعدينها من الأزمة اللي إحنا فيها وفي نفس الوقت يعني بتشتغل عليها بعد كده بنشاهد خلاص بنعدل بعدها على طول يعني زبون مثلا بيطلب حاجة مثلا زيادة أو عامل بيطلب حاجة زيادة لأنها حلوة طب خلاص في كل الشغل اللي جاي على طول أوتوماتيك ما نستناشر استفدت منها طبعا نستفد لازم تجي ودنك للعمل اسمع منه يمكن هيقول لك حاجة أكيد مفيدة أظن يعني مليون في المية بالنسبة لأهالة النهاردة المكان وإنت شغال فيه بيخش فيه فكرة الكمبيوتر هل المكان بتدفلو شاشات وكمبيوتر؟ طبعا بيالي سي وشاشة تحكم تقدر تتحكم في المكناة كل تحكمات ده غير زمان زمان كان كل ده مانوال زي ما يقولوا بيالي سي كل حاجة على الشاشة تحكم تقدر تتحكم في المكناة أسهل للعامل أي حد يقدر يشتغل فيها حتى لو طفل زي ما يقوله يقف يشتغل يقف عليها خلاص زي الموبايل يدخل مأسايا يدخل رسائل المكناة مكرة بتحفظها يعني ممكن أصناف المكناة زي ما تحفظها يقدر يزو يخش مثلا النهاردة شغال بروجرام رقم واحد رقم اثنين رقم تلاتة رقم اربعة بتسايف عنده طبعا العملية سهلة جدا طيب بالنسبة يعني أنت النهاردة مثلا شغال في المكناة بتاع الحبوب المكناة اللي بتعمل المكناة اللي بتقفل اللي بتعمل الكيس نفسه بتاع الحبوب دي احنا بنعملها اللي بيعمل المكنة مثلا أنا شغال مثلا زي المكنة بتتغلي في البسكويت المكنة بتتغلي في الشوكولاتة اللي هي القطع الصابون السفينج حضرك بسيطة ناس هتلاقي في السوق سفينج مغلف تمام شغال فبرضك بتخش الشغل بتاعنا ده في شغلة أدوية منتجات كثيرة التغليف ده يعني وغدين في حاجات كثيرة مش حاضرة بس زي المكنة بتعمله يععمل ليه للجبن يعني المكنة اللي بيعمل يعني بالنسبة الفكرة انت قلت دلوقتي الجبن اه اه اللي ممكن المكنة تعمله المكنة بتغلي في طالب الجبنة اللي هوiranرابع كيلو اللي هو صفية اه اللي هو زي تعدم تيما اللي هو الصفية النظ am ill اللي المكنة اللي بتقفل المنتج ده نفسه اه ال اللي بيغلى في الايس كريم الاستيك الكلم ده ذا كله ده وبركه هي نفس المكنة بتبدو رفكة بس تعادلات طبعا مختلفة من العميل العميل والماء؟ además طبعا مختلف بتاعها فيه بيغلب العيش الخمس ترغيفة اللي عيش اللي هما اللبناني مثلا أقفوا بعضهم يعني التغريف ده داخل في حاجة كتيرة وشغالين لحوم بقى اللحوم بقى اللحوم يعني انت بتعمل المكرة كمان اللي بتعمل فيل اللي بتغلي في الطبق اللي بتغلي في الطبق بشتغل معاه كيلو ونص كيلو كلام ده زي معاه شركات كبيرة شغالة في الموضوع دوت وشغالين لحوم شغالين لحوم وفراخ وبيحطوا جوه الطبق ويدخلوا على الماكنة يدلفوا بشوف مثلا ايه كوز اللانشون ده هل انت ليك قلقة بيه في تصنيعه بحاجة في مكان عندك بيعمل الغلاف على كوز اللانشون ده ده حاجة اخرى خالص اللي هو زي بيقول ايه الحمسنتر احنا بيقول عليه زي باكل باسكاويت زي الشوكورتان اه من الجنبين الحمسنتر هو ده شغلنا ده شغلنا ده احنا الحمد لله في مصر اهي الحمد لله الحمد لله متفوقين كاسحين حتى في المستورد يعني عندنا شغلنا ده باتي احسن من المستورد اللي بيجي من بارة اول حاجة بنحط كنترول كويس مركات محترمة شغالين بيها امكانات زيادة غير كده بقى طبعا كده غير كده الخامة بنحط خامة كويسة على اساس ان هي تبقى معمرة يعني بنحط مركات كويسة كويسة جدا حتى بردك في الكنترول بالانة بتاعنا بنحط بردك مركات كويسة ما بنسترخص يعني غير المستورد شوية المستورد في ناس بتتم ان هو يكسب منها شوية زي زيادة لكن انا بيهمنش كده المكنة عليها اسمنا فمنحاول نخلي المكنة الحمد لله اداءها وعمرها يبقى طويل يعني عندما تستخدم ماتيريا الغالي عشان تثبت نفسك في السوق طالما عليه اسمك يعني انت ايه بتحاول دايما العميل اللي بيشتغل في حاجة وبيحط عليها النين بتاعه البراند نين بتاعه عليها بيحاول دايما يخلي الجودة انت اكيد عشان لازم يبقى شركة الرقاة تنجح وتلاقي الناس بتبتري تطلب المعدات بتاعتها او المكنة اللي هي بتصنعهم اكيد لازم تستعمل خامات عالية قوي بحيث ان انت يبقى ليك اسم في السوق وتفضل ناجح تمام وتفضل ما حد يسأل على منتجك يفضل اي حد يقابله قالوا الله لأ الناس دي كويسة الناس دي شغالة خامات محترمة مشاكلنا ندل ان احلا مع اي حد بالتليفون لان احنا بنصدر الدول برا يعني احنا مودين مكن ألمانيا دي يعني كانت صعبة شوية يعني زي من ضمن الحاجات يعني انت دلوقتي فكرت تجيب خامة خامة اللي بتجيب الخامة دي وبتشتغل فيها ليك انت تبقى مثلا تبقى ترند انت فيها في المجال انت الوحيد اللي بيجيب الخامة دي وبيشتغل فيها فكرت في النقطة دي لا بندخل زي هو في الكنترول اللي نقدر نفرق فيه في الكنترول جامد الكنترول اللي بفيت تحكم كله ان ده الكنترول بتاعنا خاص بينا احنا حتى مثلا يعني ايه عليه اسمنا الكنترول زي نفسه بنشتغل مثلا ممكن بنشتغل بحاجات عادية لا بنشتغل بساً بصرفهات حاجات سرعات عالية وضقيقة بقطع أسرع وأحلى عمرها طويل زي بقول لحضرك ده مهم جداً لأن في حالتين أنا بدي بص الضمان من ادي سنة بس يعني السنة ده من ادي عشان احنا بناخد من الشركة زي نفسها الأم اللي هندخوا منها كتاعة الكنترول بنا الأكلام ده كله لكن اللي انت أكيد لو هو قايتل بعد سنة سنتين سنة ونص السنة ده لاش دعوة عشرة سنين بتبقى معايا برضو لا انت في ظهر العميل بتاعك لا ظهر العميل الضمان ده ملوش دعوة يعني الضمان ده حاجة والصيانة حاجة تانية الصيانة احنا موجودين واللي خلينا مستمرين في السوق ان احنا عندنا صيانة ماشاء الله خلي بالا لأن الزبون بيسقاش على المكنة خدمة مبعد البيع أهم من البيعنات بص الوصول للنجاح ممكن يبقى سهل لكن الحفاظ على الاستمرارية انك تبقى ناجح هو ده أصعب ما في الموضوع تمام ان العميل يلاقي قطعة الغير بتاعها موجودة ويلاقي حد يصير له مكانته ومكانته ما تعتلش لأن احنا مشكلة مكانتنا او المكانة الاساسي بتاعتنا ان هي اخر حاجة للمنتج لو هي قطلة المصنع ده كل وقف وقف من بقى مكان طبخات من مكان تعطيع من كل الكلام ده كل وقف لأن المكانة النهائية اللي بيطلع المنتج الاخير هي اللي في مشكلة فبناء لازم يكون مكاننا الحمد لله تنيا كلها عتلك هي دايرة قفلة خلاص اه انت السيانة اصلا كده كده برضو انت بتبقى عمل ارقام ليك خاصة للسيانة الناس بتتصل بيك انت بتوفر للعميل السيانة دي لو عتل يعني انا النهاردة اتصلت بيك انا عتلت النهاردة مثلا المصنع وقف خلال قديك تكون انت حلل للغطل ده عندك خرج القاهرة تاني يوم تاني يوم اه لكن في نفس اليوم صعب يعني شوية اللي بقى كان يعني محظوظ يكون لحد من الفريق يعني قريب من احنا اللي مسك السيانة عندنا مصطفى مندوح اه ده هو اللي مسك السيانة وطبعا هو اللي بيشغل الشباب اللي تحت ايده يعني ده مع فريق عمل اكيد يعني بيشغل ايه معايا الحمد لله بس هما يعني يعني هو صريع التلبية بسرع يعني ما شاء الله الله واضح يعني حتى فبيبدا مثلا اي حد بتتصل بيه او بتتصل بينا بنبدأ احنا مثلا نوضيه ليه يبدأ هو مثلا لو كان في حد مثلا موجود في المنصورة موجود في دميات موجود في حتة في الصعيد لان عندنا لحد اصوان عندنا زي طب انت العربية وهي راحة بيبقى معاك قطع الغيار اللي فيها كل حاجة ولا انت العميل بيبقى مبلغك فانت بعت له هو قالك العطل في الحتة الفرنية بيبقى انت عندك توقعات لخمس ست حاجات يكون عطل لازم يكون معاك عطت لخمس ست حاجات تول معاك عشان المشوار ده مايروحش اه طبعا ما لان ممكن يكون مشوارباية انت ممكن يجيلك مشوارفة اسوان فلقصر فانت كده كده هت لازم يكون العربية فيها تجهزات يعني يكون فيها عدة وفيها قطع الغيار اساسي يعني العربية بتاعتنا الحمد لله انا على طول اي عربية من عندنا مليانة عدة اساسي عدة وقطع الغيار ممكن يلاقي عطل غير العطل العميل يتبلغ بيه غلط العميل ممكن يكون مغلط ايوه سعب بيبقى بياخد ايوه ممكن يكون بلغك هو واخد باله قالي افتكر للنقطة دي اللي عطلونا بس يمشي النقطة العطلة مش هنا ده العطلة بنقطة تانية قبلها خالص ايه اللي سببت في عطلة النقطة دي احنا بنحط احتمالاتنا بقى يعني ما بنشيش برضك يعني بنشوف ودوقتي التواصل الاجتماعي بقى سه صور فيديو انت ممكن تكلمه مكالمة فيديو بور حتى برنا اه هيوصف لك بالزبط العطلة فين وهتوريله طب ما حلتش الحد قبل كده مشكلة من غير ما تروح له عمل كتير من غير ما تروح له انتو بتتواصل معاه بتقول له كلمني مكالمة على الواتس أو على المسينجر ما احنا عندنا الزباين عاملة برة مسلا في السعودية عندنا الزباين في لبنان احنا كمان ما شاء الله بتصدر الخليل موادين المانيا موادين لبنان موادين اردن موادين اربيل عراق موادين طبعا السودان من زمان من قامل واضحنا مشغلين سودان كتير بسم الله موادين انتو المصنع حاليا فين في مدير بدر قراءة في مدير بدر انتو دخلتو على المنطقة الصناعية انا رحتو اشتغلتو هناك على المنطقة الصناعية الحمد لله الواسع حلو الحمد لله بدك في فروع انت عامل فروع بقى للمصنع ولا هو فرقة واحد حاليا المصنع هو فرقة واحد في عندنا بس مكان لقطع غير فوسط البلد عسلس انه هو بيوز لو حد عاس قطع تغير بدأ ما ييجي المصنع ممكن يكون قريب من نص البلد مواصلات في حاجة مثلا بيبعتها في البريد في حاجة بيبعتها مثلا في الشحن لان بردك احتمال ان حد يعوز الكطاعة الغيار ان يبعتها له في الشحن فوسط البلد بالنسبة لنا قريب قريب من مثلا الشحن هو ممكن يعوز الكطاعة الغيار من غير ما يحتاجها فو ياخد ركبها صح لاننا بقى حاجاته خلاص يعني بقى عنده ممارسة شيل دي وحط دي عاليف يركبه عاوز سخان مش محتاج ان حد يفني يجيل وركبه سخان هو خلاص بيعرف يتعاني مش لسه خان وحط سخان بابسط ما يكون وبقت الدنيا سهلة وكان مثلا زمان طريق تركيبه معقدة لأ بدأنا مبسطة عشان نرايح بردك نفسنا ونخف الضغط على العميل مصاريف الزبوء الصيانة على العميل انت بردك لازم تحاول توفرها له اكيد اتخليهاش كتير عليه اكيد انت كمان اما بتوفره انت بتخليله الموضوع سهل هو بيبقى دايما عايز يتعامل مع مبسط له الحاجة اللي شغال فيها دي مش محتاج ان بعد كده ما هي ده اللي بنقول لخدمة ما بعد البيع بنت ببسط له الامر بيبقى هو مركز بعد كده ان هو انا باخد مكانة من رقية دي لو قد تتفيه حاجة بيبقى عندهم كل قطع غيرهم موجودة وفي نفس الوقت سهلة الاصلاح وعملنا مثلا بنيجي بعد في الوقت عندنا بيوقت فاضي شوية بعد المسمول النبي كده بنعمل دورات تدريبية اللي عاوز يجي يتدرب مجانا ما فياش اي حاجة للفنيين اللي بيقفوا على المكان مثلا اه دي دي ممتازة وعملناها قبل كده وان شاء الله بردك هنعملها للشهر اللي جاي ممكن ان شاء الله نجيب مثلا الفنيين اللي عاوزين ييجوا هيجي مثلا يعودوا معنا اسبوع نعلمهم بسيانة تشغيل ده ما فيوش اي مشكلة مجانا طبعا ما فيش اي اه احنا بكده النهاردة انتهى الوقت بتاع حلقتنا ومستمتعين بالاستاذ عمر اناوي والاستاذ محمد اناوي وان شاء الله دايما في تقدم ودايما في تطور وكنا سعداء بالوقت معكم جدا عزا المشاهدين كده وصلنا نهاية حلقتنا دمتم في رعاية الله دمنا خادمين لكم بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وموديلات العام الجديد في تكنولوجيا تصنيع الماكينات ماكينات تعبئة سوائل كاتشاب عسل طحينة ماكينات تعبئة وتغليف الحلويات ماكينات تعبئة السكر ماكينات تعبئة البقليات ماكينات تعبئة الرز ماكينات تعبئة وتغليف البودر خطوط الاقمشة غير المنسوجة ماكينات تقطيع اللحوم ماكبس الحبوب ماكينات التعبئة مع التشكيل شركة الرقية لمكينات التعبئة والتغليف هتقدر تبدأ مشروعك وتختار المكينة لأصح لشغلك بأحدث وأدق تصميم عب عشرين اثنين وعشرين المبتكرة اللي بتنفرد بيها شركة الرقية الحي العروض والخصومات بنوصلك في أي مكان في مصر العنوان الحرفية باء قطع ستة وعشرين مدينة بدر القاهرة نستنئي يلا تواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة شركة الرقية لمكينات التعبئة والتغليف رأيت صناعة المعدات في مصر مع تحيات محمد إناوي وعلي إناوي